المصران الغاليز فينا نسميه مرض العصر الكولون أو ما يسمى بالمصران الغاليز صار كثير من الأشخاص يعانوا منه لازم نكون عم نتعلم بعض التوصيات الغذائية لنتعيش معه حلقة جديدة وموضوع جديد من برنامج المهم الصحة من كير بلان اليوم ريتا راح نحكي عن متلازمة الكولون العصبة وقدي هالمرض أو هالعوارد عم بزيده حوالينا وشو الإشه اللي فينا نعملها تنتجنب العوارد وكيف نحنا فينا نتعيش إذا فينا مع هالموضوع مظبوط كلمة تعايش هيدا شغلي كتير مهمة لأنه نحنا ممكن أن الطبيب يوصف لنا بعض الأدوية ليرخي موضوع المسران بس نحنا ما فينا نظلنا عم ناخده على طول نحنا لازم نكون عم نعرف شو هي الإشه اللي عم بتديقنا تنتجنبها نحنا نحن نساعد الأشخاص هيك يعرفوا أغلبية الأشخاص اللي هني عندهم هالمشكلة رح يديقون بعض الأطعمة والأطعمة أكثر شي مشهورة يمكن أنه بتعمل غزات أو بتعمل نفخة أو حتى وجع مصرين يعني ومنحك كمان عن نذكر العوارد أنه فيه إسهال وإكتام وأوقات بيكونوا مع بعضهم يعني ممكن الأشخاص يكونوا عم بيحسوا بإسهال وإكتام وكتام مع بعضهم وهذا الشيء كمان عم بيكون واحد من أسوأ العوارد اللي ممكن أنه نيواجهوا الأكلات لك أنا اللي هي إن جانرل إذا فينا نقول أنه ممكن تعمل هالعوارد هنا أول شغلة فينا نذكرها هي المأكلات الدسمة هيدي أكثر شي بتضيقه للشخص اللي عنده مشكلة بالمصران الإشياء الدسمة ما بيقدر المصران أنه يهضمها بسرعة وبالنتيجة بتظلها موجودة وهيك بتصير تتخمر واتضيقه وتعامل غزات فالمأكلات الدسمة أول شي هي اللي ممكن يعني حتى من دوم لقل الحليب ومشتقاته اللي هن من كاملين الدسم ومنفضل أنه بركي إذا الواحد يخفف هالعوارد ياخذ الحليب والمشتقات الحليب اللي هن يخف دسم مضبوط وحتى الحليب يعني مش بس اللي هن دسمين اللي هو نعم نذكر اللاكتوز هو بهذه المنطقة اللاكتوز لواحدة عمو ممكن يكون عميان في أشخاص ممكن أنه يتقبلوا الحليب أشخاص تانين بيقدروا يتقبلوا الجبن واللبن واللبن أكثر من غانية ما بيقدروا حتى أنه اللبن يتقبلوا فهون حسب كل شخص أنواع خضرة كمان معينة أكثر من غيرها يعني نذكر الأرنبيت نذكر البروكولي أوقات كثير أشخاص بتدايق عليهم البقدونيس الفجل الفلايفليس البصل والتوم الناي كمان يلي بيكون عادة كثير بدايق الأشخاص حتى نحنا دايما نستهلكو بالهيدا أو حتى التوم اللي بيستعملوه يعني بالساندويتش اللي هو بيكون بيكون لأنه هو مانو مطبوخ هو مشان هيك بيضيقون وبيحتوي على نسبة عالية من الزيت كمان من المايوناز اللي بدنا نحكيه عنه عادة هالمأكولات إذا بدنا نقول أنه عادة بتسبب كل هالعوارض الشخص أهم شي اللي يعالش حاله هو أنه يرقب حاله لأنه القش اللي ممكن دايقه لقلو مش نفس اللي ممكن دايق شخص تاني وهم يكون بلشنا نحنا لعلاج الملتالازمات الكولون العصبي مشان هيك لازم يحضر هيك كرني صغير أو يكتب أيمطة هو الدايق وما رح يعرف هو دغري شو هي الشغلة اللي عم بتدايقه بس بمجرد أنه يكتب شو هو أيمطة أيمطة الدايق شو كان آكل ومن هيك بيقدر يستخلص ويعرف شو هو الأكل اللي عم بتدايقه صحيح هلأ نحنا رح نعطي بعض النصائية نحنا يقدروا يتعالجوا هالعوارض أول شي بدنا نحكي عن تجنب المأكلات اللي عم بتدايق بالأساس هاي أهم فكرة بالعلاج وكمان نتجنب الكافيين والألكول هنه شغلتان كمان ممكن أنه يعملوا يدايقوا الشخص يلي هو عنده مسترم الشغلة ثاني كمان المهمة كثير للأشخاص اللي عندهم هالمشكلة هي رياضة لأنه هي بتشغل كل جهاز العصبة بتساعد بالهضم أكتر مثل الماء كمانا بتساعد بالهضم أكتر كرمال هيك ممكن تريح الأشخاص من العوارض اللي معقولي واشوه مضبوط والهي الألياف يلي ممكن أنه يكون عم نقله أنه يزيد الألياف يلي هي بالفواكه والخضره إذا ما كان موجود هالماء ما رح يقدري مهم كمان هيد النقطة ريته نحكي عنا أنه الألياف اللي بتجي من الخضره كونه هي بتدوب أكتر بالماء أو بتسموها إن صاليب الفايبر هي بتكون أحسن بهيد الحالي من الألياف اللي هي إن صاليب اللي هي بتكون مثل اللي بتجي من الخبز الأسمر أو الرز الأسمر ممكن أنه تسهل أو تزيد الأسهل في حال الأشخاص كان عندهم هيد العوارض ويتجنبوا كمانا شرب المشروبات مثلا الغازية اللي بتحتوي على بديل السكر يعني بحد ذاته هو البديل السكر نحنا حكينا على المشروبات الغازية لأنه بيحتووا كتير بس بديل السكر البداية الإصطناعية كمان بتسبب كتير من كل ما كانت نسبة أعلى كل ما كانت عم تعمل عوارض أكتر مش بس المشروبات الغازية يمكن كل المأكلات اللي فيها خاصة السوربيطول نذكر منه الشغلة كمانا أنه ما يكونوا عم يشربوا المشروبات طبعهم بالسترو أو بشالي مو لأنه هيدا شي ممكن يفوت هوا مع المهم هو المشكلة يلي عم يعانوا منه كتير الأشخاص يلي هن بيكون عندهم المسران هين الغازية وهيدي جتهم ضغري وأخيراً بدنا نذكر أنه بهيك ما يشربوا ما يضغري من بعد الأكل وما يتحركوا كتير من بعد الأكل هيدا شي كمان لحي يؤدي لزيادة الغازية عندهم يعني النصايح لينتبهوا لعملية الهدم عندهم النصايح ليتجنبوا الأكل اللي هو بالأساس بدايقهم إن شاء الله تكونوا مشاهدينا استفدتم من حلقة اليوم مرسي ريتا مرسي باسكال ونشوفكم بحلقة جديدة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة